نعم نادية قبل ساعات تفصلنا عن انطلاق الحملة الانتخابية للرئاسيات المقرر إجراؤها في 7 سبتمبر المقبل متواجدون نحن والآن في مقر حزب جبهة المستقبل الداعم للمترشح الحر عبد المجيد تبون للحديث عن تفاصيل التحضيرات للحملة الانتخابية التي ستنطلق بعد ساعات وللحديث عن التفاصيل ينضم عيالان المكلف بالإعلام رؤوف عمري في حزب جبهة المستقبل أهلا بك رؤوف نعم مساء الخير لكل تاقيم قناة شوق نيوز ولكل مشاهديكم الكرام نعم رؤوف تفصلنا ساعات عن انطلاق الحملة الانتخابية ما هي تحضيراتكم؟ كيف تسير تحضيراتكم؟ وما هو تقييمكم للمشهد العام والكامل قبل ساعات من انطلاق الحملة الانتخابية؟ نعم نحن في جبهة المستقبل كما أنتم تعلمون سينشط بعد قليل سيد عيسى الحزب دكتور فاتحة بطبيق ندوة صحفية على جنب اجتماع هيئة التنصيق الوطنية للحزب المكلفة بالتحضير للحملة الوطنية لفايدة المترشحة الحر عبد المجيد تبون نعم نحن في جبهة المستقبل على تم استعداد للانطلاق في الحملة الانتخابية لفايدة المترشحة الحر عبد المجيد تبون وستكون الانطلاق يوم غد إن شاء الله من ولاية تمن راست رئيس الحزب سينشط حوالي 37 تجمع شعبي لفايدة المترشح عبد المجيد تبون أيضا هناك باقي الولايات سيتم تنشيطها من طرف أعضاء المكتب الوطني لذلك فإن جبهة المستقبل ستنشط تجمعات شعبية في كل الولايات الوطن وأيضا في الخارج لدى الجالية في الخارج كل التدابير واتخذت كان هناك اجتماعات كان هناك اجتماعات تحذيرية يعني من قبل من طرف القيادة الوطنية من أجل التحذير للانتخابات الرئاسية هذه المقبلة وذلك بالطبع نظرا للخبرة والتجربة التي تمتلكها جبهة المستقبل في الحملة الانتخابية حيث هنا ننشطنا حوالي تسعة انتخابات وطنية من ما حالية وتشرعية ورئاسية ذلك فإن لدينا الخبرة الكافية من أجل التسيير الجيد لمجاريات الحملة الانتخابية بالنسبة للتنسيق كيف سيكون التنسيق العملي بينكم وبين مديريات الحملة الوطنية للمترشح الحر عبد المجيد تبون نعم هناك تنسيق متواصل مع المديرية الوطنية للمترشح الحر عبد المجيد تبون حيث كانت هناك لقاءات مع سيد رئيس الحزب أيضا كانت هناك لقاءات في مجال الإعلام في كل مجالات التنظيم التجمعات سيكون هناك تنسيق يومي بالطبع فيما يخص هذه التجمعات لأن التجمعات ستعتمد أساسا لأن هذه الأحزاب ستنشط التجمعات لفايدة المترشح الحر عبد المجيد تبون وذلك بالاعتماد على برنامجه بالاعتماد سوف تكون هناك يعني هذه الأحزاب ستصبح ناطق رسمي باسم المترشح الحر عبد المجيد تبون نعم بما أنك تحدثت عن أحزاب الائتلاف بالنسبة للحملة الانتخابية هل سيكون لكل حزب خريطته الخاصة أم أنه سيكون تحضير مشترك نعم سيكون مشترك في بعض الجوانب ولكن كل حزب سينشط الحملة يعني مفردا حيث كما ذكرت سابقا كل حزب لديه تجمعات شعبية الخاصة به حتى يعني يتم تنشير تنشيط أوسع لهذه الحملة سيكون هناك يعني تنشيط في أغلب الولايات الوطن لذلك تم قررنا أن كل حزب سينشط الحملة الانتخابية يعني منفردا نعم وبالنسبة لتفاصيل برنامج اليوم الأول كيف سيكون اليوم الأول نعم نحن في جبهة المستقبل ارتعينا أن الانتلاقة ستكون اليوم الأول من ولاية تمنرست سيكون هناك تجمع شعبي لرئيس جبهة المستقبل الدكتور فاتح برطبيق لي صالح المترشح الحر عبد المجيد تبون بولاية تمنرست ابتداء من الساعة السادسة مساء نعم نحن ارتعينا أن تبدأ حملة جبهة المستقبل من أقصى الجنوب نعم ولماذا هذا الاختيار؟ نعم لأنها قضية تقنية نحن لكي ننشط يوميا التجمعات الشعبية خاصة أنه كما تعرفون أقصى الجنوب يعني التنقل إليه صعب عن طريق طائرات يعني لو كان لو يكون في وسط الحملة ولا في آخر الحملة يعني سيجعلنا نخسر يومين أو ثلاثة أيام من أيام الحملة خاصة أن رئيس الحزب سينشط بمعدل تجمعين كل يوم نعم دعوتم لإنجاح الانتخابات كيف يمكن للشباب المساهمة في ذلك؟ نعم نحن دعونا أكثر من مرة وذلك على اللسان سيد رئيس الحزب دكتور فاتح بطبيق كل الشعب الجزائي وخاصة الشباب إلى المشاركة والمساهمة الفعالة في هذه الانتخابات ونحن لمسنا ذلك من خلال التجمعات والنشاطات التي نشطها سيد رئيس الحزب سابقا حيث لاحظنا أن هناك عودة للشباب في اقتحام المجال السياسي وهذا بفضل الإجراءات التي جاء بها الدستور 2020 حيث تم فتح المجال للشباب من أجل دخول إلى المعترك السياسي وذلك من خلال الإجراءات التي كانت في الانتخابات السابقة التي تقول بأنه يجب أن يكون 50% من القائمة شباب أقل من 40 سنة ونحن رأينا أن أغلبية أعضاء البرلمان الحالي من نواب هم شباب لذلك بدأت استرجاع ثقة بين مؤسسات الدولة وبين الشباب وشباب رأى بأن هناك طموح لأن يصلون إلى ويتقلدوا مسؤوليات نعم شكرا جزيلا لك رؤوف على هذه التفاصيل إذن كانت هذه أبرز التفاصيل قبيل ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق الحملة الانتخابية حيث تحضر أحزاب الائتلاف للحملة الانتخابية على قدم وساق إليك نادية عودة إليك في للسوديو